طبعا احنا مازلنا في هذه الوصاية واحنا في وصية رقم 77 من وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا يعني رقم وصية 77 والوصية اللي معنا اليوم بتتكلم عن العقل بتتكلم عن العقل شرف العقل والإسلام جعل له مكانة عظيمة أي شرف العقل ومكانته في الإسلام طب يا مولانا العقل ليه دائما وأبدا العقل لأن العقل هو منبع الحكمة وهو مصباح الهداية وهو النور البصيرة العقل منبع الحكمة ومصباح الهداية ونور البصيرة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة تاني مولانا هذه الكلمات العظيمة منبع الحكمة العقل نور البصيرة العقل كذلك أيضا مصباح الهداية العقل والعقل أيضا هو وسيلة السعادة الوسيلة والغاية التي من خلالها يصل أو من خلاله يصل الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة من خلال العقل والخطاب الإلهي تلقى الإنسان بهذا العقل تلقى الخطاب الإلهي المتمثل في الأوامر والنواهي وربنا سبحانه وتعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر طريق الظلمات وطريق النور وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أركم العقب بالعقل أيضا يستحق أو استحق الإنسان الخلافة في الأرض ربنا سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهذا العقل على سائر المخلوقات على سائر المخلوقات بل جعله في صفوف الملائكة يا ترى لماذا؟ لأن الله قال وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كثير من من خلقنا تفضيلة وربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعكلها إلا العالمون وربنا سبحانه وتعالى يبين دائما وأبدا أن الإنسان إذا أراد الهداية فينظر وربنا عاب على الذين لا يفكرون ولا يعني يعملون عقولهم لأن بالعقل يدرك الإنسان الوعي الخطر اللي هيكون دائما وأبدا أمامه بالعقل آه ده ده هينفاني ده يضرني ده يؤدي إلى الضرر بي وأولاده وبالمجتمع بالضبط زي المخدرات بالضبط زي المسكرات زي الخمر بالضبط زي أي شيء كل ما يؤدي إلى الضرر فهو محرم شرعا وكل ما يؤدي إلى الضرر فأكله حراب وشربه حراب تاني قاعدة دي مولانا كل ما يؤدي إلى الضرر بالنفس فأكله أو شربه حراب دي قاعدة وكل ما يؤدل الضرر بالإنسان عامة فهو حرام محرم شرعا كل ما يؤدل الحرام فهو حرام تلك هذه القواعد غيرها من القواعد الشرعية التي أصلها أهل الأصول وبينوا لنا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوي سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حينما أمر الإنسان أن يدقق النظر فيما ينفعه وفيما يضره من خلال هذه النظرة المحمدية وصل الإنسان إلى السعادة تب الزعم الشيخ انت عملت لي السعادة 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 مش ربنا ألك ولا تركوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلموا أنتم لا تعلموا في الحشة أي في القول أو في الفعل طيب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه يجي الإنسان با كل هذه الأمور التي أمرنا الله بها والنواهي من السخرية ومن قتل النفس ومن وقد كذا ومن كذا ومن كذا يجي الإنسان يغيب العقل طيب من أنت ستسأل عنه لأن الله أعطاك هذه الآلة ربنا ادلك هذه الآلة ليألت الإدراك ليألت العقل ليألت الإدراك كما يقول علماء المناطقة به يميز الإنسان بين الخير والشارع وبين الظلمات والنور وبين ما ينفعه وما يضره وغبالك معي أيها يا مولان فربنا هيسألك على النعمة دي وكذلك لما تغيب العقل متعمدا في تغييب العقل طب ما أنت ستقتل سترتكب المنكرات سيحاسبك القانون على ذلك لأنك تعمت أنك تغيب العقل فما أنتش مدرك تضرب ولادك تشتم عيالك تموت حد تقتل حد تضرب حد بالعربية حضرتك اللي متعمدت ذلك فالقالون يا حسبك وربنا يا حسبك ليه؟ ربنا يا حسبني ربنا يا حسبني أني تعمدت ذلك ربنا قالك حافظه نحافظ عليه مولانا على النفس ولا تلكوا بأيديكم لتلك وأحسينوا إن الله يحب المحسنين ترجمة نانسي قنقر